أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ينظل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه عبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أكانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من عمرنا رشدا وزربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بأسناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم خدا وربتنا على قلوبهم زقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نضعو من دونه إلى حل قد قلنا إذا انشتتا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا وإذا انتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويعيئ لكم من عمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرزهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يزلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط تنذر أيب الوسيد لبتلعت عليهم لبليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بأسناهم ليتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعز يوم قالوا ربكم وأعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظروا أيها أذكات آما فليأتكم برزق منه وليتلتف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يذاروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناضعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين قلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادس كلب رجما سادس كلب رجما بالعقائب ويقولون سبعة وسامنهم كلب قل ربي يعلم بعدة ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أهدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأغرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم سلاسة مئة سنين وازدادوا تصعا قل الله قل الله أعلم بما لبس له عيب السماوات والأرض أبصر بي وأسمع ما لكم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا واسبر نفسك ما الذين يضعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد أينك ولا تعد أينك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا غلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا ومن أحاة بهم شرادقها وإن يستقيسوا يغاثوا بماء كالمخل يشوي الوجوخ كالمخل يشوي الوجوخ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا عملوا السالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنار يحلون فيها من أسافر من زب ويلبسون ثيابا خزرا من صندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم السباب وهسند مرتفقا واذرب لهم مسلا الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من عناب وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تزلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان لو زمر فقال لساحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لوعى الزنفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال لو سعبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن أرن إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا وأسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها هسبانا من السماء فتصبح سعيدا غلقا أو يصبح ماءها قورا فلن تستطيع له تلبا وأحيت بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفغ فيها وهي خافية على أروشا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق وخير سبابا وخير عقبا وازرب لهم مسل الحياة الدنيا كماء أنظ الله من السماء فاختلت به نبات الأرض فأصبح شم يشيما تزروغ الرياح وكان الله على كل شيء مغتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك سبابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى العرض بارزة واشرناهم فلم نقادر منهم أحدا وأرز على ربك سفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل صعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووزئ الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا بيلتنا ما لعاز الكتاب لا يقادر سقيرا ولا كبيرة إلا أحسا ووجد ما عملوا غازرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجد لآدم فزجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك أفتتخذون وزرية وولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم كنتم اتخذ المذلين عزدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين صأمتم فدأوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورابر المجرمون النار فزنوا أنهم مواقعوا ولم يجدوا عنها مسرفا ولقد سرفنا في هذا القرآن للناس من كل مسل وكان الإنسان أكثر شيء جددا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنظرين ويجادل الذين كفروا بالباتل ليدحزوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا غضبا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرز عنا ونسي ما قدمت يداك إنا جاءنا على قلوبهم عكنتنا يفقه وفيازانهم وغرا وإن تدعوا ملالهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أخلكناهم لما زلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمزيا خقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جابزا قال لفتاه آتنا قد عنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ريت إذا عبينا إلى السخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آساره ما قسسا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وألمناه من لدنا إلما قال له موسى لاتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع مأي صبرا وكيف تسبر على ما لم تهت به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أأسي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانتلقى حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقت لك تقرق أهلا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانتلقى حتى إذا لقي علاما فقتل قال أغتلت نفسا زكية بقير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلقت من لدني أذرا فانتلقى حتى إذا أتيا أحلى قرية استطعم أحلى فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقذ فأقام قال لو شئت لاتخذ عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأذيل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردتوا أنعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا وأما القلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهم ربهما في خيرا منه زكاة وأغرب الرحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنظ لهم وكان أبوهم صالحا أفأراد ربك يملق شدهم ويستخرج كنزهم رحمة من ربك وما فعلتوا أن أمري ذلك تأذيل عن أمري ذلك تأذيل ما لم تستجع علي صبرا ويسألونك عن ذي الغرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدا تغرب في عين حمعة ومجد عند قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من زلم فسوف نعذبه ثم ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للجزاء للحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلح الشمس وجدها تتلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد هتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقون قولا قالوا يا ذا القرنين إني عجوج وماجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا لأن تجعل بيننا وبينهم ستا قال ما مكني في ربي خير فعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين السدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استاعوا أن يزاروه وما استتاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأرزنا يا وأرزنا جغننم يومئذ للكافرين عرزا الذين كانت عينهم في غتاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا عتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات رب ولقائي فحبتت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي خصفا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يمغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واقد فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده إبادة ربي أحدا صدق الله اللي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كه حيا عيصات ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وحن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المبالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فأبلي من لدنك وليا يرسني ويرس من آلي عقوب واجعله ربي رزيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بقلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لقلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس سلاس ليال سبيا فخرج على قومي من المحراب فأوهى إليهم أن سبحوا بكرة وأشيا يا يحيى الخزي الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا ببالديه ولم يكن جبارا أسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبزت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك قلاما زكي زكيا قالت أنا يكون لغلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بقيا قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مغزيا فهملته فانتبزت بي مكانا قسيا فأجاءها المخاص إلى جضع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسي نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهذي إليك بجضع النخلة تساقط عليك رتبا جنيا فكلي واشرب وقري عينا فإما ترينا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت بي غوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوع وما كانت أمك بقيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوساني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا ببالدة ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صالك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا غزى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم ففيل للذين كفروا من مشهد يوم عزيم أسمع بهما وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في زلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذا غزي الأمر وهم في قفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل أرز ومن عليها وألم إلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ غال الأبي يا أمت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يقني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا سبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأتزلك وما تضعون من دون الله وأدعو ربي أساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إصحاغ ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وذهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الدور العيمن وقربناه نجيا وذهبنا له من رحمتنا خاخ خارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أغله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرزيا وانكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم وممن حملنا معنوه ومن زرية إبراهيم وإسرائيل وممن آدينا وجدبينا إذا تطلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلاف من بعدهم خلف عزاعوا الصلاة واتبعوا الشابات فسوف يلقون قيا إلا من طاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالقيب إنه كان وعده معتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وأشيا تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلغناه من قبل ولم يك شيئا فبربك لنحشرنهم والشياتين ثم لنحذرنهم عول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيئتنا يوم شد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هو أولى بأسليا وإن منكم إلا بارد وكان على ربك عتما مغزيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر النظر الظالمين فيها جسيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بينا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما مقاما وأحسن نديا وكم أحلكنا قبلهم من غرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الزلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما الأزاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأزعف جنو جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير إن ربك سوابا وخير مردا أفرعيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين ما لو ولدا أتلع القيبام اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسوا ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم سدا ألم ترعنا يرسلنا الشياتين على الكافرين تأوزهم أزا فلا تأجل عليهم إنما نعد لهم أدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن بفتا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن بلدا لقد جئتم شيئا إددا تكاد السماوات يتفترن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن أدعوا للرحمن ولدا وما ينبقي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحساهم وأدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنزر به قوما لدا وكم أحلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم إِنَّ السَّاءَطْ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيَا لِتُجْزَى كُلُّ نُفْسٍ بِمَا تَصْحَى فَلَا يَسُدَّ النَّجْعَنْهَا مَا لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالْتَّبْعَهَا بَاخُ فَتَرْدَا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عسايا أتوكأ عليها وأهشت بها على قنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألغها يا موسى فألغها فإذا هي حية تصعى قال خذها ولا تخف فنعيدها سيارتها الأولى وازمم يدك إلى جناحك تخرج بيزاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه تقى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأغدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد بي أزري واشرك خفی أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بسيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوهينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيهم في التابو في التابو تفرز فيهم في اليم فليلقي اليم وفي الساحل يأخذوا أدولي وأدول له وألقيتوا عليك ما أبتم مني ولتسن على أيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلك ولا من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من القم وفتناك فتفتونا فلبست سنين في أهل مد ينصم جئت على قدري يا موسى واستنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه تقى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرت علينا أو أن يتقى قالا لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فأتياخ فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فني إسرائيل ولا توذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الغدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتبظى قالا فما ربكما يا موسى قالا ربنا الذي أتى كل شيء خلقه ثم مادا قالا فما بال القرون الأولى قالا علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض محضا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بيسواجا من نبات شتى كل ورق ورعوا ونعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرزنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موئدا وبينك موئدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موئدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس سحا فتبلى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى بيلكم لا تفتر ولا الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازع أمرهم بينهم وأسر النجوى قالوا نازان لساهران يريدان أن يخرجكم من عرزكم بسحر ما ويذهبا بتريغتكم المصلى فأجمعوا كيدكم صمعتوا سفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل علغوا فإذا حبالهم وإسيهم يخيلوا إليه من سر أن تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أن تلعلى وألق ما في يمينك تلغف ما سنع إنما سنع كيد صاحر ولا يفله الصاهر حي سعتا فألقي السارة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آزن لكم قال إنه لكبيركم الذي ألمكم السهر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم في جزء النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأمقا قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فترنا فغز ما أنت قاز إنما تغزي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليعفر لنا ختايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خيرا وأمقا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عذن تجري من تحتها لنار خالدين فيها وظالك جزاء من تذكى ولقد أوهينا إلى موسى أن أصرب عبادي فازرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنودي فقشيهم من اليم ما قشيهم وأزل فرعون قوما وما أخدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواءدناكم جانب الدور العيمن ونزل عليكم المن والسلوى كنوا من تيبات ما رزغناكم ولا تتغوا فيه فيحل عليكم غزبي ومن يحلل عليه غزبي فقد هبا وإني لقفار لمن طاب وآمن وعمل ساليا ثم اهتدا ثم اهتدا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري وأجلت إليك رب لتغذى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وازلهم الصامري فراجع موسى إلى قومه غزبان أسفا قال يا قوم ألم يئدكم ربك وأدنا سننا فتعل عليكم العحد أم أردتم أن يحل عليكم قذب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موئدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فغزفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خبار فقالوا آسى إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم زرا ولا نفعا ولقد قال له هارون من قبل يا قوم إنما فجنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأتيئوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم زلوا ألا تتبعني أفأسيت أمري قال يا ابنى أم لا تأخذ بالإحية ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرعت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر بي فغبست قبزة من عسر الرسول فنبستها وكذلك صفلت لنفسي قال فضعب فإن لك في الحياة أن تقول لا مصاح وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفا لنعرق النوم ثم لننصفنه في اليم نصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو بسع كل شيء علما كذلك نغنغص عليك من أنباء ما قنسبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا من عارز أنه فإنه يحمل يوم الغيامة وزرا خالدين في وساء لهم يوم الغيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أمسلوا أمسلهم تريقة إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصف وربي نصفا فيزروا قاعا سفسفا لا ترى فيها إمجا ولا أمتا يومئذ يتمعون الداعي لاعب جله وخشعت نزوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاءة إلا من عزن له الرحمن ورزي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفا ولا يحيتون به علما وأنت الوجون الحي القيوم وغنخاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وسرفنا فيه من العحيد لعلهم يتغون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك العق ولا تعجل بالغرآن من غبلا يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا حدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى إن لك لا تجوء فيها ولا تأرى وإنك لا تزمع فيها ولا تضحى فبسمس إلي الشيطان قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منا فبدد لهما فوقاتهما وتفغ يخصفان عليهما من ورق الجنة وأسى آدم ربه فقبى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وعدى قال اهبتا منا جميعا بعذكم لبأس عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اطبع هدايا فلا يزل ولا يشقى ومن عرز عن ذكري فإن له معيشة ذنكا ونحشر يوم القيامة عما قال رب لي رب لي ما حشرتني عما وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتكى آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنصى قال كذلك تتكى آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنصى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولأذاب الآخرة يشدوا وأمقى أفلم يحد لهم كم أحلكنا غبلهم من القرون يمشون في مساكنهم من في ذلك لآيات لعول النوحى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبع على ما يقولون وسبح بعمد ربك قبل تلوء الشمس وقبل قروبها ومن آناء الليل فسبح وأتراف النار لعلك ترضى قبل تلوء ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به يزواجا منهم زخرة الحياة الدنيا لنفتنق فيه ورزق ربك ورزق ربك خير وأبقى وأمر أخلك بالسلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاغبة للتغوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي ولم تأتي بيّنة ما في الصحف الأولى ولو أنا أحلكناهم بعذاب من غبله من غبلي لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فندبع آياتك من قبل أن نذل ونخضى قل كل متربص فتربس فستعلمون من أصحاب السراط السبي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم موسيقى موسيقى